مهلا لحروح لمحطتنا الأخيرة فرح ورح نحكي فيها عن رواد الطلاقع بنعرف أنه كل عام في مسابقة لرواد من كل المحافظات السورية طبعا وكل المدارس بالفترة العمرية اللي هي من صف الأول لسادس كيف بيتم تحضيرهم ضمن المدارس وهي المراحل كل ياتا رح نحكي عنا بالتفصيل مع ضيفنا الأستاذ وهو مشرف تربوي ومدير مدرسة ابن كثير قديم عشقي أهلا وسهلا فيك أستاذ سيطال صباحك أستاذ سيطال صباحك أستاذ وأهلا وسهلا فيك سهلا وسهلا اليوم لما منحكي عن الرواد فنحنا منحكي ممكن عن فئة من المتميزين بحاجة للتطور والدعم بالبداية كيف منقدر نختار هدول الأطفال المناسبين للخوض في مسابقة الرواد وكيف بيتم تهيئتهم فيما بعد أول شي صباح الخير وإن شاء الله ألف مبروك للطلاب الرواد اللي نجحوا على مستوى المناطق نحن كرواد كطلاب رواد يتم انتقاء الرواد المعلمة تكتشف لدى هذا التلميز بعض المواهب أو بعض اللمسات التي تظهر تميزه في هذه المادة وأيضا هناك الأسرة الأسرة تلاحظ بأن هذا الطفل لديه نبوغ في مادة معينة لذلك هنا في تعاون بين الأسرة والمدرسة المعلمة عندما تكتشف بوادر نبوغ لهذا الطالب في مادة معينة فالمعلمة هنا تتبنى التلميز وتشرف عليه وتتابعه حتى يتمكن من الفوز بمسابقات الرواد فالأسرة والمدرسة كلاهما متعاونة في هذا الموضوع نحن نعرف أنه في نظام تتبع منظمة طلاق على البعث لا اختبارات تتواجد ضمن المدارس دعونا نحكي عن هذه الاختبارات التي يغضعوا إلى الطلاب والفئات طبعا في كل سنة تم تحديد موعد لمسابقة الرواد أولا عم استوى الوحدة المدرسية الوحدة المدرسية تم اختبار واجراء سبر للطلاب المبدعين والطلاب المتميزين في هذه المادة يتم انتقاء تلميز واحد من كل المادة ثم الآن يترشح التلميز لمسابقة المنطقة مسابقة المنطقة هنا أيضا تتم وضع لجان من قبل المنطقة الطالعية ومنطقة المنطقة وضع لجان لقيام بالسبر هؤلاء الطلاب أو التلميز يدخلون الآن للسبر هذا السبر وفق نماز أسئلة مطروحة ومضوعة من فرع الطلاع الآن كلا حسب اجتهادي وحسب نتائجه الطالب المتفوق هو الذي يحصل على الريادة ثم بعد ذلك يتأهل على مستوى الفرع على مستوى الفرع الآن نحن بعد أيام لدينا غدا أو بعد غدين هناك مسابقات على مستوى فرع دمشق فرع دمشق للرواد سيتم انتقاء الطلاب الذين سينافسون على مستوى المحافظة أو على مستوى القطر سازم نحكي اليوم عن منافسة على مستوى القطر يعني أكيد أطفال بمنتهى التميز أطفال تم انتقاؤهم بعناية وتأهيلهم وتدريبهم لحتى وصلوا لهذا المستوى لكن السؤال اليوم يمكن للأغلب الناس اللي بتطرحه شو في بعد القطر اليوم هل يتم إعادة الاهتمام بهؤلاء الأطفال يمكن لحتى تكبر موهبتهم أكبر أكثر وتستمر لأنه مثل ما بنسمع نحن الموهبة إذا ما تم العناية فيها فهي بتندثر وبتروح كأنها ما كانت طبعا هؤلاء الأطفال هؤلاء الرواد الذين فازوا بالريادة هناك تشجيع لهم من قبل المنظمة هناك مكافأة لهم من قبل المنظمة تكريم لهؤلاء الطلاب ثم تكريمهم كل عام لتكريم الرواد الآن عندما ينتقلون إلى الحلقة الأعلى فإن منظمة شابة السورة تتابع على اهتمام بهؤلاء الرواد وهي الآن تتبنى دور المتابعة بعد أن يخرجوا من الحلقة الدنيا بحلقة الفدائية الآن منظمة شابة السورة هي تتولى الاعتمام به ومتابعتهم نحو الأفضل طب أستاذ خلينا نحكي عن المواد اليوم أو المجالات اللي عم بيتم التدريب الأطفال عليها ضمن مسابقات الرواد الرواد هناك الكثير من المجالات اللغة العربية سواء اللغة العربية سواء كان التعبير أو الفصحة والخطابة أو كتابة القصة أو كتابة الشعر الرياضيات العلوم الفيزياء أيضا الفنون الرسم النحت واستعمال بقايا مخلفة طبيعة هناك الكثير من المجالات كي يدخل بها الطلاب الرواد هناك الكثير من المجالات إذن نحن هنا لسنا أمام حيز معين هناك الكثير من المجالات التي يدخل الطلاب أو التلميذ في مسابقات الرواد أدي عم بيكون في تعاون كبير بين الأهل والمدرسة ممكن لحتى الأهل يدعموا أطفالهم إن كان معنويا إن كان حتى بيانتقالهم ببعض الأحيان حسب المسابقات وين بتكون من محافظة إلى أخرى أدي لازم يكون في إيمان من الأهل كثير كبير بأطفالهم هناك تعاون وسيق بين الأهل والمدرسة عندما تفوق لدينا الطلاب في المدرسة تواصلنا مع الأهالي لدينا رائدة في مجال التعبير هذه الرائدة تواصل والدها معي بكوني أنا اختصى صغة عربية فهذه الطفلة أنا تبنيتها وبدأت أتابعها وأشجعها وأعلمها على مدى التعبير أيضا لدينا الطالبة في مجال الفصحة والخطابة أيضا كذلك تواصلت مع الأهل وأيضا تبنيت أنا هذه الطفلة كي تكون في المستقبل رائدة على مستوى القطر هناك يجب أن يكون فيه تواصل ما بين الأهل وما بين المدرسة هذا التواصل يعطي التلميذ حافظ وتشجيعا من أجل الوصول إلى أعلى المراتب أكيد طب خلينا نحكي كمان اليوم عن هل فيه شيء تدريبي عم تقوموا فيه بالمدارس تأهيلي قبل مسابقة الرواد لحتى ترفعوا من سوية مثلا كل مدرسة ترفع من سوية الطلاب المشاركين عندها طبعا نحن كل معلمة مثلا في الحلقة في الصوف الدنيا كل معلمة هي تتولى عملية تدريب هذا الطالب حتى نحن أيضا إذا كان الأمر طبعا قادرنا عليه نحن نشجع التلميذ أو الطالب نقوم بمتابعة الطالب وتشجيعه وإعداده إعدادا جيدا كي يدخل إلى مسابقة الرواد وهو مهيئ وهو مؤهل بشكل جيد جدا بعض الأطفال يمكن ما نشوف أنه هنا مثلا عندهم رغبة يدخلوا بمسابقة الرواد بأي مجال كان سواء التعبير فسحة والخطابة العلوم غيره من المواد ممكن الأستاذ أنه ما يشوف فيه هذا الطفل يمكنني اللي قادر يشتاز هاي المراحل هون ممكن يآمن المدرس برغبة الطالب ويشتغل عليه أو لا هي لازم تكون الموهبة والقدرة الذهنية حاضرة نحن الكثير من الطلاب يتمنون المشاركة ولكن نحن هنا ننظر إلى قدرة التلميذ هذا التلميذ إذا أهلناه إلى مسابقة الرواد هل قادر على أن يحقق مراتب جيدة؟ نحن لا نؤهل إلى الرواد إلا التلميذ الكفة التلميذ الذي يستطيع أن يحقق إنجازا جيدا نحن المعلم أو المعلمة أثناء العام الدراسي تشاهد وتعرف أدى التلميذ في أي مجال هو مبدع لذلك نحن لا نقوم بترشيح أي التلميذ إلى الرياضة اللي لم يكن متميزا لم يكن مبدعا في هذا الاقتصاص طيب أستاذ خلينا قبل ما نختم حديثنا محضرتك نأخذ هيك نصائح لكل طبعا الرواد اللي هنم مقبلين اليوم على الامتحانات مثل ما قلت فرع ديمشق وغيرها شو النصائح اللي بتنصحونيها؟ هلا مع بداية اختباط الرواد على نستوى الفرع أنا أنصح هؤلاء الطلاب هؤلاء التلميذ العمل على رفع كفاءتهم العمل على الدراسة أكثر في مجالهم العمل على تطوير أنفسهم ألا يخافوا أو ينتابهم شعور الخوف لأنني أنا الآن سأذهب إلى مستوى الفرع إذن مستوى الفرع أيضا هذه المسابقة عليه أن لا يشعر بالخوف لأن هذا التلميذ الذي قد تقدم إلى الرياضة على مستوى الفرع قد هو أظن أنه ليس بأكفأ منك فلذلك عليك أن لا تشعر بالخوف أثنين هذا التلميذ لا يضع في حسبانه أن هناك موضوع الغبن قد يتعرض للظلم لأن منظم طلاب البعث وفرع دمشق قد انتقى خيرة الأساتذة أو المعلمات والمعلمين الذين هم سيكونون مشرفون على الفحص الرياضي ولن يكون هناك أي تحايز أي ظلم أو غبن لأي تلميذ أكيد ونحن بهذا الصباح نتمنى أكيد التوفيق لكل الطلاب المتقدمين لمسابقة الرواد تحية كتير كبيرة أيضا للمعلمين والمعلمات اللي عم يدعموا الأطفال بشكل كتير كبير ويتوروا من موهبتهم ويستاهموا يمكن بزرع الفرحة على وجوه الأهل من أباء وأمهات كل الشكر لأي لك إستاذ شكرا لكم شكرا لك شكرا لك